أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على أقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين أحد الله وما كان الله ليديعا إيمانكم إن الله بالناس لروف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا أجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه لحق من ربهم وما الله تضافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من الغلنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا أجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وأخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يطلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويقوموا الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونبص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتوا مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه رادعون أولئك عليهم صلاوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتوف بهما ومن تتوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلعوا وبينوا فأولئك توب عليهم وعن الطواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في الوحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما إن فأحيى به الأرض بعد موتها وبس فيها من كل دابة وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لطوم يعقلون ومن الناس من يتخذوا من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع فيهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فلتبرى منهم كما تبروا منا كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما كن بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا مطيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه أبانا ولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وما سأل الذين كفروا كما سأل الذي ينغبوا بما لا يسمعوا إلا دواء ونداء سمهم بكم نعمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما أحرم عليكم الميتة والدماء ولا أحمل كنزير وما أهل به لغير الله فمن ذطر غير باغ ولا عاد فلا يسمع لي إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنسر الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا أجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمنفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأس وفي البأس أيها الضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَاءَ الْعُرُّ بِلْعُرِّ وَلَعَبْدُ بِلْعَبْدِ وَالْأُنْسَا بِلْأُنْسَا فَمَنْ مُعْفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيٌّ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَعَذَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ وَعَذَاءٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُ إِنْ يَاهُ لِلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضْرَ أَحْدَكُمُ الْمَوْتِينَ تَرَكَ خَيْرًا الْوَسِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِسْمُهُ وَعَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ أَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُنْسِنَّا فَنَوِزْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِسْمَعَ لِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّبُونَ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام نوصر وعلى الذين يتيطونه فذية طعام بسكين فمن تدوع خيرا فهو خير له وأن تسوه خير لكم إن كنتم تعلمون الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا لعدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام رفص إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تغتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفاكم فلآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا أشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا السيام إلى الليل ولا تغاشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك عدود الله فلا تقربوا هكذا لك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباتل وتطلوبها يأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقع للناس والحاجة وليس البر بأن تأتوا البيوت من زهورها ولكن البر من اتطى وأطوا البيوت من أقوابها واتقوا الله لعلكم تفلعون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث سقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات تيصاص فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين واتنوا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحذيقوا رؤوسكم حتى يبلو الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رؤسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتعا بالأمرات إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسوات إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله وحاطر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا اشتركوا في القناة